الله وبركاته لأخوان الزملاء في جميع القروبات تحذير وصار علي عملية احتيال الآن جاني اتصال من جوال داخل المملكة رديت كلمتني حرمة وقالت انت تفغى تستثمر في الأسهم العالمية قلت لا شكرا وقفلت تم سحب راتبي على طول على شكل دفعات اقسم بجلال الله لم ازودهم برقم بطاقة ولا باسم ولا بأي رقم سري ولا اعلم كيف صارت جتني رسائل ابل بي ماي استيسي وسحب مبالغ 1500000 بالطريقة هذه الين تمسح بالراتب كامل تنبيه للعموم صار عملية الاحتيال الآن فقط بالرد على الجوال اذا سمعتوا صوتهم على طول قفلوا لا تأخذوا تعطي معاه في الكلام يمكن يبغي يطول معك عشان يخترق الجوال حقك ولا يخترق الحساب قلمت البنك الراجحي وبلغتهم بالأمر هذا وقالوا صحيح صار عليك عملية احتيال ما العلم انك لم تزنودهم بأي شيء لاننا ما ارسلنا لك اي رقم فحبيت اعطيكم التحذير هذا وانتبهوا اذا اي اتصال جاكم قفل السماعة لا تعطيهم اي اهتمام ولا تطول محف المكالمة لانهم يبغونك تطول عشان يتم عملية الاختراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا هلا ابو عدنان بخصوص هذا الشخص ترى مستحيل مستحيل وخصوصا مع تطور جديد صح تطور الهاكر لكن تطور التقنية والهندسة والسوفتوير انجينيونج والاوبريتنج سيستيم والانظمة التشغيل والاجهزة والهاردوير تطور بكثير صح في تطور في الهاكر لكن برضو في تطور اكثر في المجال الثاني من ناحية اتصال واحد بس صوتي يعني يتصل عليك وترد عليه هذا مستحيل مستحيل هذا الرجل مية في المية زود الطرف الآخر بمعلومات شخصية عنه بهويته بمثلا اليوزر حقه في أبشر بس هو ما بيعترف ولا بيقول في المقالمة هذه أو ما بيقول في الصوت هذا عشان لا يتفشل أو لا يتسود وجهه أو لا يعني تيجي التهمة ضده يعني هو ممكن بلغ في البنك عشان يبغى فلوسه وما يبيين لهم أنه هو زوده يعني ممكن كمان زوده بالأوتي بي حقه اللي هي الرسالة النصية اللي تيجي حق الدخول لأبشر أو الدخول للبنك حتى فأكيد يعني ممكن أعطاه المعلومات الدخول ومعلومات وكمان الرسالة النصية المؤقتة أو كود التحقق أو الأوتي بي فهذا أكيد يعني مستحيل أو يمكن بالهندسة الهندسة اللي هي هذه الهندسة الاجتماعية حاول أخذ منه معلومات حتى عرف كل شيء وعرف تفاصيل تفاصيل كل شيء عنه الشخصية وبس أما كده مستحيل إلا في حالة لكن في حالات معينة كمان ما يقدر يدخل يخترقوا الجهاز ولا يقدروا يسوي شيء بمكالمة إلا بس حاجة وحدة يقدروا عليها أقوى أقوى هكر في العالم حتى لو تجيبوا بس بالاتصال يقدر على حاجة وحدة اللي هي يعرف أقرب موقع له إذا اتصل عليه بالاتصال صوتي تلفون عادي يجعل جواله بس يعرف أقرب برج لهذا الشخص من خلال جهاز وبس ممكن كمان بعدين مو بذس بالسهولة دي اللي يطول معاه في المكالمة حتى يعرف البرج القريب أو التورة القريب السل تور السليولور تور أو البرج الخلوي الخاص بال 5G ولا الفورج ولا التوجي حتى أو القديم يعرف مكان أقرب برج لهذا الشخص أو لجوال هذا الشخص وبس يعني ما يعرف كمان مكانه بالضبط يعرف أقرب برج وإذا عرف أقرب برج يقعد يدور حتى يلاقيه بس كموقع يعني كالوكيشن أما حاجة ثانية ما فيه وتبغى مصدر لمعلومتي هذا هنا برسلك الآن المصدر تحت مصدر مترجم بالعربي هو أصلا مصدر رابط إنجليزي هو ممكن إذا حوى حتى ما هذا أدخل شيء ولا أدخل معلومات ولا أدخل حسابه في أبشر أو حسابه في البنك أو الأوتي بي كود التحقق للكلاهما ممكن وهي تتصل عليه هذه أو هو يتكلم معها صوتيا رسلت له رسالة نصية وقالت له اضغط على الرابط واغطت الرابط هذا الرابط الذي تلاقيه مرتبط بسيرفر خبيث أو بسكريبت خبيث وخلص وبعدها صار اللي صار بضغطة واحدة خلص انتهى الموضوع دخل الموقع الموقع هذا يحوله لشي وهذا سكريبت خاص في جافة سكريبت أو حاجة كذا فيها شي خبيث يسحب المعلومات من جوة الجهاز بس بفعله بإرادته ممكن ممكن هذه حركة ممكن مية في المية بس هو ما يعترف ولا بيبين هذا الشي عشان لا يعني يظهر غلطة بس للعامة وانه هذا الصوت فهذا هو اشتركوا في القناة